بسم الله الرحمن الرحيم أنا قلت لحضراتكم قبل كده أن لدي أقول سبحان الله بحمده مئة مرة بعد كل صلاة أو دبر كل صلاة يدخل الله سبحانه وتعالى الجنة بغير سابقة حساب العذاب النهاردة سنقول مقابة جديدة عظيمة جدا لقاء لسبحان الله بحمده روى الإمام الإمام النووي في كتابه كتاب التهذيب الأسماء واللغات وأيضا الإمام السلحافي الحافظ جلال الدوني السيوطي في الدور المنصور طبعا أنا تكلمت عن كتاب الدور المنصور كثيرا قبل ذلك موقوفا على كعب الأحبار كعب الأحبار من كبار علماء التابعين أسلم في زمن سيدنا عمر من الخطاب وكان أعلم العلماء من أعلم علماء أهل الكتاب بكتب أهل الكتاب ولما تفتحش كتاب تفسير ابن كثير أو القرطبي أو الطبري أو غيره لما تلاقي أقوال لكعب الأحبار في تفسير الكرآن كعب الأحبار يقول ليه كعب الأحبار يقول من قال سبحان الله وبحمده ثلاث مرات بنى الله له ثلاثة مدائن في الجنة في كل مدينة ملاعين رأت ولا أضن سمعت ولا خطر على قوة بشر يا ربنا يبني لك لما تقول سبحان الله وبحمده تلاث مرات ربنا يبني لك تلاث مدائن في الجنة كل مدينة طبعا مدينة في الجنة مش معناها زي مدينة في الدنيا يعني مش زي مدينة الإسكندرية ولا مدينة القاهرة لا ده مدينة في الجنة مساحتها هتبقى قد مساحت الكرة الارضية كلها الاف او عشرات الوف او مئات الوف او ربما ملايين المرات قد الكرة الارضية. وهلو حددكم حديث اخر ان شاء الله في درس اخر يقوي هذا الحديث. برضو في نفس الكتب دي. من طريق اخر. من دليل ان سيدنا سليمان اه لما 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 سمع واحد وهو ركب على تعرفين سيدنا سليمان كان عنده كان بيركب الريح. فهو هو هو طاير سمع واحد من من المزارعين في الارض بيقول سبحانا الذي اعطى له سليمان لا يعطى لا 우 له ا Garyvella وبرك 없이 لا يعطى له احد او لم يبغي في احد او من بعد. فنزال له مخصوصة. قال له انت قلت كده قال له اه يا قال ông انت قلت له كدة. قال له سواب تسبيحة واحدة. افضل بكتير من كل المكان قربنا الضهولي في الجنة. انتعرفين ان يا سيدنا سليمان حكم نص القرى الارضية وكان عنده اصور من دهب. فاتخيل الفضل عظيم سبحان الله وبحمد. انا قلت لكم ان الله بحمد ان الوحدة منها لنكن تنفط جبل ذهب في سبيل الله. هذا حديثنا صحة الامام الالباني. ينفط جبل ذهب زي جبل الاحد وزنه خمسة وتسعين اه خمسة واربعين مليار طن يعني خمسة واربعين الف كيلو ذهب. يبقى سوابها بديم. لكي لا يستكسر فضل الله سبحانه وتعالى. يبقى هل تقول سبحان الله وبحمد مئة مرة بنا بني لك مئة مئة مدينة في الجنة. كل مدينة الكرة العضية كلها لا تسوي شيئاً بالنسبة لدي المدينة. تريدنا استحضر هذا السواب. وإياكم ان تستكسروا فضل الله سبحانه وتعالى. استحضروا هذا السواب وأنتم تقولوا هذه الاسكار. وهذا يكونوا حافزاً على الزيادة من هذا الذكر. كل خول هذا يستخدم الله اليوم.